طيب بسم الله يا جماعة خلونا نبدأ نلعب لعبة ريزدنت ايفل اكس كوت فرونيكا واللي هو يعدمر بواحد من أكثر الأجزاء المهمة في السلسلة بالكامل طبعا راح أسوي أسلوب مختلف عن الأجزاء اللي سويتها قبل واكتبوه رأيكم من ناحية إذا استمر على هذا الشيء ولا أرجع بنفس الأسلوب القديم وقبل ما نبدأ التخطيب كالعادة لا تنسلوا ملاك والاشتراك في القناة القصة بتبدأ بعد ثلاثة شهور من أحداث راكون سيتي كليل كانت تبحث عن أدلة في باريس بخصوص أمبريلا عشان تدور على أخوها كريس وهذا مرة عصب من منظمة أمبريلا فقام ومسكوه هزيمة تشايفين وسجناها بمنشأته طبعا كليل قدرت تهرب شي طبيعي وبعد محاولات للهروب من المنظمة قام واحد قل له هزيمة تشايفين نزل سلاحك واستسلمين وطبعا هذا الشخص اسمه رودريغو بعدها نشوف نفسنا بالسجن وفجأة بيدخل رودريغو الشخص اللي مسكني وهو مصاب إصابة بليغة وأول ما قرب لعندي وبكذا زي ما انتو شايفين نبدأ نلعب اللعبة أول شي نستخدم الولاة عشان كليل حرفيا مش قادرة تشوف أي حاجة بالسجن ولما استخدمناها قدرنا نشوف رودريغو بوضوح وكليل تظهر علامات الخوف زي ما انتو شايفين لكن فجأة رودريغو بيفتح الزنزانة حق كلير وقال لها بانه انت خلاص اطلع برا لانه هذا المكان منتهي بعدها رودريغو بيجلس وشوفه معصب لانه حبوب مهندأة الألم خلصت كونه هو مصاب إصابة بليغة رودريغو بعدها قل لكلير حاول تطلع لانه هذا الجزيرة اللي احنا فيها تم احتلالها والقوات اللي تحمي هذه الجزيرة تم ابادتهم جميعا فانت حر بانك تطلعي من هذه الجزيرة بعدها كلير قالت له طب انت ايش بتسوي بالضبط ورودريغو قال لها لانت تدخلي بشؤوني وحاول تنقذ نفسك فقط طبعا نطلع من البواب اللي دخل منها رودريغو ونطول طوالي لحد ما نلاقي درج ونطلع لما طلعنا لقانا نفسها نزيمة تشافي بالمقابر ولما طولنا نشوف الطيارة بتنفجر وبترمي حقيبة وانفجار الطيارة هذا خلى الزومبي اللي بالمقابر يصحوا وكلير فيه كمية خوف لانه كابوسها اللي تخلصت منه فراكون سيتي رجع من جديد ولازم تواجه هذا الكابوس مرة ثانية طبعا نحاول نتجنب الزومبي ونطول لهذا الجهة لحد ما ندخل عند هذا الباب واول ما دخلنا نشوف شخص مجهول قاعد يسلط علينا الضوء وجالس من اول يضربنا واحنا جالسين نهرب لكن كلير قدرت تاخذ مسدس من الجثث وقامت ضربة الضوء والرجال قال لها وقفي وقفي لا تطلقيني بعدها نزل وقال لها انا آسف لانه كنت احس بك زومبي لكن كلير قالت له اسكت ولا راح اطلقك بعدها هذا الشخص قال بانه هو آسف وقام عرف عن نفسه بانه هو اسمه ستيف وبانه كان سجين في هذه الجزيرة وستيف قال لها من اسلوبك واضح ان انت من عملاء امبريلا وكلير قالت له ايوه انا سجينة زيك واسمي كلير راتفيلد بعدها ستيف قال لها بانه في مطار في هذه الجزيرة واللي راح يطلعنا من هذا المكان المرعب وقال لها بروح ادور عليه طبعا كلير قالت له وقف لكن ستيف قال لها لا تحاول تمشي وراي لاني ما ابغى احد يبطئني على العموم بعد ما تعرفنا على شخصية ستيف نجي عند هذا الباب ونقوم نطول لحد ما نلاقي جسر خشبي ونطلع من عنده وندخل عند هذا الباب سبب ان احنا جينا لهذه المنطقة عشان ناخد سلاح مهم لانه هذه اللعبة حرفيا معاناة من ناحية الذخائر وكمان من ناحية العلاجات على العموم بعد ما تخلصنا من هذول الزومبي ندخل لهذه الغرفة ونشوف نفسنا بغرفة اللي يناموا فيها الجنود ولو جينا عشان ناخذ هذه الذخائر بيجي الزومبي من الشباك وهذا الزومبي راح يطيح سلاح اللي نبغاه فنحاول نكتله ونكتل كل الزومبي اللي صحيه وبعدها ناخذ السلاح ونطلع من هذه المنطقة المرعبة لما نجي ننزل من الدرج نشوف وحش جالس راقبنا من تحت الدرج زي ما انتم شايفين ولو جينا تقدمنا القدام عن طريقنا الأساسي راح نشوف جثة بتنسحب كمان من هذا الوحش لكن بعدها نطول لحد ما نلاقي باب ونحاول ندخل منه بعدها نطول ورح نلاقي كمية زومبي في كل مكان فنحاول نكتل اللي نبدل عليه ومباشرة ندخل عند هذا الباب بعدها دخلنا زي ما انتم شايفين مكان غريب وفجأة نشوف بانه هذا الصندوق بينفتح ويقول له حط اي شي معدني لهذا الصندوق وبكده لازم احط السلاح اللي معايا والذخايا وكمان الولاعة ولو ما سوينا هذا الشي الباب اللي بندخله راح ينقفل بعد ما حطانا كل المعادن اللي معانا نقدر نتقدم ولما نطولنا الاخر الممر لقانا باب على اليسار فلقوم ندخله بعدها نتقدم في الغرفة لحد زي ما انتم شايفين نقابل شخصية ستيف والستيف قاعد يقول لكلير كريس ردفيلد هذا يقرب لك لانه انت اسمك كلير ردفيلد فقامت قالت له ايوة كريس هو اخويا فقام قال لها بانه اخوكي امبريلا ناوية عليه مرة وهذا الشي خوف زي ما انتم شايفين من كلير وقامت تقول بانه هي لازم تتواصل مع اليون وتقوله بانه يتواصل مع اخوها على انه هو مراقب من امبريلا بعدها ستيف قال لها لو انت تقدر تتواصل مع اليون هذا ليش ما تقول له بانه يخلي اخوكي يجي يساعدنا وكلير قالت بانه فكرة مرة حلوة لكن ستيف قال لها ترى انا كنت امزح معاك وانتمه تفكر اي احد يجي ينقذنا من هذا الجزيرة الملعونة لكن كلير قالت له انا اثق باخويا ومتأكد بانه راح يجي ينقذنا فقام ستيف عصب وقال بانه انت راح انتهي فيك المطاف محطمة لو ظلت تعتمد على الاخرين وبعدها طلع وكلير استغربت على اشب الحمار ذا جالس الصحة راسي طبعا ستيف محطب نفسيا وقدام راح تعرفوا ليش السبب على العموم بعدها نجل هنا ونفتح الدرج وراح نلاقي هذه القطعة عشان راح تفتح لنا باب يخرجنا من هذا السجن لكن المشكلة لو احنا اخذنا هذه القطعة البرة الابواب كلها راح تنقفل كون ان احنا معانا شي معدني فعشان كذا لازم نجي عند هذا الجهاز ونحط القطعة لهنا هذا الجهاز ينسخ المجسمات فعشان كذا لازم نجيب قطعة غير معدنية عشان ينسخها وبكذا نقدر ناخذها معانا من غير ما تنقفل الابواب هذا القطعة بالطيارة اللي انفجرت ببداية اللعبة جوة الشنطل وتتذكروا لكن المشكلة ان الطيارة محروقة بالكامل فعشان كذا لازم نجيب طفايا نطفي بها النيران ونقدر ناخذها وعشان نجيب الطفايا هذه لازم نطلع من هذا المكان لكن قبلها لازم ناخذ اغراضنا بعدها نطلع ونطول مباشرة عند هذا الباب عشان نفتحه واول ما فتحناه زي ما انتو شايفين بيطلع زومبي وكمان ذول الزومبي اللي كانوا ورايا كسروا الباب عشان كذا لازم نفجر هذا الشي وراح يكتل الاثنين اللي قدامي وبعدها مباشرة ناخذ الطفايا وبكذا رح نرجع عند المقبرة مرة ثانية لكن وانا في طريقي فجعونك لا فجعة الله لا يوريكم على العمم لما نوصلنا عند المقابر نروح عند الطيارة ونطلع الطفايا ولما نطفينا النيران قدرنا زي ما انتو شايفين ناخذ الشنطة ولو فحصناها رح نشوف بانه هذه القطعة الغير معدنية عشان ننسخ ليك القطعة المهمة واللي رح تطلعنا من السجن زي ما اقول لكم فعشان كذا لازم نرجع عن ذي الغرفة مرة ثانية ونحط اغراضنا المعدنية كالعادة وبعدها نروح عند هذا الجهاز ونحط القطعة اللي اخذناها من الطيارة وكذا جالس نسخها 3D بعد اناخذ القطعة واول ما اخذناها بنسمع الصوت تحطم زجاج واتضح ان الزومبي دخلوا المنطقة فلازم نهرم منهم بقدر مستاع وبعدها ناخذ اغراضنا ونهرب من هنا والحال لازم نجي عند المكان اللي قابلنا فيه ستيف لأول مرة ونحط هذه القطعة اللي نسخناها 3D وبكذا انفتح الباب واخيرا خرجنا من السجن بعدها نشوف الجسر مكسور فنطول لنهاية الممر وبعدها زي ما انتو شايفين نرتب الصديق عشان نتفادى النيران ولما انتفادناها قدرنا نطلع للدرج لفوق نشوف المكان حرفيا ملغب بالزومبي فنحاول نطول ونتفاداهم لحد ما نطلع زي ما انتو شايفين للدرج بعدها نطول ولا يكلاب ونحاول نكتل اللي نقدر عليه لحد ما ندخل لهذه البوارة وبكذا احنا حاليا يعزي المشاهدين في قصر عائلة اشفرد وان شاء الله راح تعرفوا هذه العائلة قدام في الاحداث فنحاول نطول عند الاستقبال والروح عند الكمبيوتر ونحط الباسورد اللي ازرفته من عم جوجل وبكذا راح نفتح هذا الباب طبعا ندخل الباب ونشوف الممر حرفيا ملغب بالزومبي فنحاول نتفاد اللي نقدر عليه لحد ما ندخل البوابة الا على نهاية الممر بعدها دخلنا غرفة غريبة ولو طولنا راح نلاقي مجسم للملة واول ما ضغطنا الزر انقفلت الانوار وبدأ عرض سينمائي عند لوحة العرض المقطع بيستالب عن اخوين توأم والاخ قام يقطع اجنحة حشرة اليعسوبة ويرميها عند النمل ونشوف الاخوين سعيدين بهذا الشيء بعدها زي ما انتو شايفين ينفتح الممر بعد ما خلص العرض السينمائي وندخل مباشرة وناخذ عجلة السفينة فقط ايوة لو اخذت اي حاجة ثانية راح تنقفل الغرفة وتنشوي جوتها وبعدها نطلع من القصر واول ما طلعنا نسمع صوت سياح ستيف وهو يطلب النشدة وبكذا لازم نرجع عند هذا الغرفة اللي كنا فيها لان واضح ان الحمار ستيف اخذ المسدسين اللي كانوا بالغرفة ولما رجعنا لقانا لغص واللغص هذي يطلب منك بان احنا ندور على شيئين متطابقة ولما نحليناها قدرنا ننقذ ستيف ستيف قام شكرنا وبعدها قام يستعرض المسدسين اللي اخذهم من الغرفة كلير قالت له بان انا ابغى المسدسين هذي فحاجة مرة مهمة وستيف قال لها بان انا لقيتهم يعني هم ملكي في الوقت الحالي لكن لو تبقى تعطيني حاجة بديلة فراح اعطيكي ياهو كلها الجسد تفكر عن وش عندي بشنطة الاسلحة لكن بعدها ستيف قال لها بان اخذي وقتك لكن انا في الوقت الحالي ماشي بعدها انا بنطلع من هذا القصل لكن وقت خروجنا بنشوف شخص يأشر علينا بالقناص ويبقى يكتننا لانه هو يحسب بانه كلير ارسلت قوات تدمر هذه الجزيرة لكن طبعا كلير قالت له بانه هي ما لها اي علاقة بهذا الموضوع اطلاقا بعدها هذا الشخص قال بانه انت لا تحاول تستغبيني لاني انا الفرد اشفرد وانا المالك لهذه الجزيرة وطبعا هو نفس الشخص اللي شفناه بالمقطع السينمائي مع اخته فقامت كلير تستهبل عليه بانه انت شكلك من رتبة رديئة لامبريلا كونك انت في هذا المكان الرديء وزي ما انتوا شايفين الفرد مر عصب لانه جده هو احد المؤسسين الاصليين لشركة امبريلا بعدها الفرد مصمم انه كلير لها يد بموضوع احتلال الجزيرة لانه وقت وصولها صارت المشاكل وصار الاحتلال وصارت البلوة وهذا الشي خلى من التي باروس يتسرب بالجزيرة ويتحولونه لكل زومبي لكن كلير مصر بانه انا ما لي علاقة بالموضوع اطلاقا لكن الفرد قال لها بانه انت في الوقت الحالي مجرد فأر في قفص ورح اتسلى فيك قبل ما تموتي على العموم بعد ما قابلنا الفرد نكمل طريقة ابنا نخرج من هذا القصر واول ما نطلع نزم من هذا الدرج ونلف يمين عشان ندخل المنطقة الجديدة بعدها نطول ونحط عجلة السفينة اللي اخذناها من ذيك الغرفة لهنا وبكذا زي ما انتوا شايفين طلعت لنا غواصة فنقوم ندخلها اول ما اطلعنا من الغواصة لقنا نفسنا بمكان غريب فنطول لاخر الممر لحد ما نوصل لعند الباب وندخله بعدها نروح يمين لانه هذا طريقنا ونتفادة الزومبي عشان ندخل من الباب اللي وراه وبكذا كلام ستيفي اللي قاله اول صح بانه في طيارة تقدر تطلعنا من هنا لكن تطلب امور لازم نجمعها عشان نقدر نشغلها على العموم بعدها نطول لاخر الجسم وندخل من هذا الباب ومباشرة كمان نطول لحد ما نلاقي مسعد على اليمين وندخله ونطلع للدور الثاني وبعدها نطول عدوية التحكم عشان نشيل هذا الشي بعيد عشان نقدر نوصل لازائر حق المسعد اللي وراه فنقوم نروح لما عنده عشان نضغطها ولما نطلع المسعد زي ما انتو شافين طلع مليء بالزومبي طبعا نسحف فيهم زي كريستيانو لحد ما ناخذ هذه البطاقة واول ما أخذناها كمان نقوم نسحف فيهم في الرجعة لحد ما نخرج والحال لازم نرجع عند هاذ المنطقة مرة ثانية وندخل من هذا الباب بقول انه عندنا البطاقة حق الدخول واول ما دخلنا زي ما انتو شافين لقينا دودت الارض تمنع من التقدم فنقوم نسحف فيها زي كريستيانو لحد ما ندخل عند هذا الباب بعد ما دخلنا هذه المنطقة الغريبة نحاول نطول لهذه الجهة لحد ما نفتح الباب اللي على آخر الممر وأول ما طلعنا لقينا شخصية ألفة جالسة أشهر علينا بالكناص فنقوم مباشرة نتفادى حقه الطلقات لحد ما نطلع للدرج عشان نمسكه لكن زي ما انتوا شايفين هرم مننا فنقوم مباشرة نمشي وراء لحد ما نوصل لآخر الممر وبعدها ندخل عند هذا الباب اللي على اليمين ونطول عن جهة الكنم وزي ما انتوا شايفين ناخده الدواء واللي هو مسكن الألم حق الشخصية رودريغو عشان إصابته بعدها نطلع من هذا الغرفة ونروح للغرفة الثانية وفجأة نشوف بإنه الباب اللي جينا منه انقفل بعدها ألفرد يتكلم بالميكروفون ويقول لكلير بنحنا جهزنا منطقة لعب فقط عشان ناء وبإني ما أحاول أمود بسرعة عشان يستنتع أكثر طبعا نفتح الباب ونشوف كمية الخوف الرعب اللي على كلير باللي رح تواجهه في هذه الغرفة ولما ندخلنا نروح يمين ورح نلاقي بسدسين رشاش وبكذا نقدر نعطي شخصية ستيف هذول السلاحين مقابل المسدسين الذهبية دغل أني لقيت ذخير للسلاح ولما نجيت أبا أخذها طلع هذا الوحش المرعب أبو يد طويلة طبعا ضربت بالرشاش اللي أخذته أول لحد ما مات زي ما انتوا شايفين وبعدها نفتح الباب ونقوم مباشرة ننزل للسلم عشان ندخل منه لكن فجأة نتفاجأ بهذا المخلوق مرة ثانية وهو يبا يكتلنا لكن فجأة بنتهي شخصية ستيف وترقبنا طبعا حرفية شخصية ستيف أبهرني وجلد وجلد لحد ما زي ما انتوا شايفين مات بعدها رأى شخصية كلير وقال لها بأنه أنت لا تخافي لأنه فارسك موجود هنا لكن زي ما انتوا شايفين نشب أنه شخصية كلير فقط مهتمة بالمسدسين الذهبية اللي معها شكلها قول ديجر لكن مع العمو بعدها قالت له شكرا وقامت طلعت المسدسين وقالت له بقايد هذا المسدسين اللي معاك وستيف زي ما انتوا شايفين وافق وبكذا أخذنا المسدسين الذهبية المهمة ولا راح تفتح لنا منطقة جديدة بعدها زي ما انتوا شايفين ستيف مبسوط مرة بالمسدسين لكن بعدها اكتشف أنه بدون ذخائر فقامت زي ما انتم شايفين كلير ضحكت عليه كلير قالت له بانه الضخاير فوق فساعدني باني اطلع فوق عشان اجيب لك اياها وقامت زي ما انتم شايفين طلعت فوق ستيف وستيف قال له بانه انت توقعتك خفيفة لما شفتك لكن طلعت مرة ثقيلة وبعدها كلير اعطته الضخاير عشان تسكت فيها ستيف بعدها المصعد بينزلني التحت والفرد قال بانه هذا المكان رح يقودكم للموت لما نوصلنا ستيف قال له اخليكي هنا ورح افضي هذه المناطق كلها من الزومبي بلعبة الجديدة وبعدها زي ما انتم شايفين قاعد العب بشخصية ستيف ولازم في الوقت الحالي افضي كل المناطق من الزومبي لانه لما ارجع العب بكلير تكون للمناطق نظيفة وما اقعد اتوحق باني اضيع بخير عليهم وبكذا زي ما انتم شايفين لما ستيف فضي كل المناطق من الزومبي قال لكلير بانه المناطق نظيفة بعدها ستيف يقول لها بانه هذا السلاح اقدر اعتمد عليه اكثر من اي شخص اخر وكلير استغربت من كلامه يعني أنت بتعتمد على الأسلحة أكثر من البشر طيب أنت فن عائلتك ستيف وستيف زي ما أنتو شايفين قام يعصب ويضرب بالمسدس لأنه ما يبغي يسمع هذا الكلام بعدها نمشي ونطلع بالمصعد لفوق ونقوم نلحق ورا ستيف لحد زي ما أنتو شايفين نجل هنا ونطيح لتحت نشوف كلير محشوره وما تقدر تطلع وفجأة كلير تقول لستيف بأنه اتبه لأنه فيه زومبي وراك ولما ستيف كان بيقتله انصدم وما قدر زي ما أنتو شايفين يقتله كلير استغربت وقالت له أقتله بسرعة وقام ستيف صرخ بأنه هو ما يقدر يسوي هذا الشي بعدها الزومبي رح لكلير ولما كان بياكلها ستيف صرخ بأقوى ما عنده وبكذا عرفنا أنه هذا هو أبو ستيف بعدها ستيف قام يبكي بك شديد وبعدها قام يحكي لكلير قصته وقصة عيلته بأنه أبوه كان شغال مع أمبريلا وكان يصرق معلومات منها ويبيعها للناس ولما أمبريلا اكتشفت هذا الشي قامت سجنته وسجنت كمان ستيف معاه وقتله أمه وقال بأنه هذا التصرف اللي سواه أبوه مره غبي ومع ذلك هو يظل يحبه وكلير قالت له في الوقت الحالي ارتاح بعد ما زرفنا دموع لستيف نجل هنا ونروح مباشرة من هذا الباب وبعدها نطول ونتفادة الزومبي لحد ما ندخل عند هذا الباب إلا على آخر ممر رح نلاقي نفسنا بغرفة غريبة فنقوم ناخذ هذا المجسب إلا على الجدار وبعدها نروح عند هذا المكان اللي مات فيه أبو ستيف ونروح مباشرة عند هذه البوابة رح نلاقي دبابة زي ما انتوا شايفين لكن رح ندخل من هذا الباب مباشرة وراح نلاقي نفسنا مرة ثانية عند المنطقة اللي فيها دوت الأرض وراح ندخل عند هذه المنطقة مرة ثانية لحد ما نروح عند هذا المكان اللي كان ألفا اللي بيقتلنا فيه بلقى الناص حقه ونطلع لفوق ونحط القطعة اللي أخذناها من ذيك الغرفة الغريبة عشان زي ما انتوا شايفين ناخذ هذه البطاقة المهمة بعدها ننزل لتحت ونقوم نطول لهذا الجهة لحد ما ندخل لهذا المنطقة وننزل مباشرة من السنة طبعا نطول وبكذا احنا في المنطقة اللي ستيف فضاها من الوحوش فنقوم نجي لهذا المنطقة واحنا مطمئنين بانه ما فيها اي زومبي ونفتح هذا الباب عشان ناخذ هذه البندقية بعدها نروح عند هذا المنطقة اللي عصف فيها ستيف لأول مرة ونطلع المصعد اللي طلعنا منه ونقوم نفتح هذا الباب وانا هنا حرفية مرة مفجعة على العموض بعدها نروح عند وحدة التحكم وراح نلاقي قطعة وبكذا اخذنا اول قطعة من اصل ثلاثة قطعة واللي رح تشغلنا الطيارة اللي شفناها اول بعدها نفتح الكمبيوتر ونقدر نتحكم بالكاميرا فنقوم نأشر الكاميرا على هذه اللوحة عشان نلقط الرقم السري وما يحتاج نستعين بعض جوجل ونشوف الرقم اللي مكتوب فيها وبكذا لازم نرجع عند دية المنطقة مرة ثانية ونفتح هذه المنطقة الجديدة بعدها نطلع الدرج ومباشرة نروح عند دية الجهة ولدخل من هذا الباب بعدها نطول ونقوم ناخذ هذا السلاح حق القوس اللي عالطاولة لا تنسوه زي ما انا نسيته اول وبعد ما اخذناها نروح مباشرة عند هذا الباب ونحط الربز السري اللي اخذناه من اللوحة ولما نفتح الباب نروح مباشرة عند هذا اللوحة اللي شفناها بالكاميرا وناخذها اول ما اخذناها بيصحى هذا المخلوق وقاعد يقول انت بتاخذ كل حاجة وتروح تسيبا عشان تروح بالطيارة ياكلب وهو اصلا زي ما انتو شافين اللي قتل كل العلماء اللي بالغرفة ونقوم مباشرة نهرم من هذا المكان قبل ما تنقفل البوابة علينا وبكذا لازم نرجع عن ذي الغرفة اللي اخذنا منها المجسم ونحط اللوحة لهنا وبكذا زي ما انتو شافين رح يطلع لنا مجسم للسجن بعدها ناخذ المفتاح اللي موجود على المجسم وهذا المفتاح رح يرجعنا عند هذا الممر مرة ثانية لكن رح ندخل لهذا الباب كونه عندنا المفتاح وبكذا يا عزيزان المشاهدين رح نواجه اصعب لخص بسلسلة ريزنط ايفل باننا نسوي ترتيب شجرة عائلة اشفورد بالكامل فخلونا نخوض مع بعض شجرة العيلة واحد واحد اول شي هي مؤسسة عائلة اشفورد بالكامل وهذه هي السيدة فرونيكا واللي هي من اسم اللعبة ريزنط ايفل اكس كود فرونيكا صراحة تنفع تكون بطلة في منها ورومانسية لكن ما علينا بعدها نجي عند عيالها واللي هم ثوماس اشفورد واللي هو الابن الاكبر وجنبه زي ما انتو شايفين ارثر اشفورد واللي هو الاخ الاصغر اكيد حتقوله اي واحد فيه هو ثوماس او ارثر هذا الشخص زي ما انتو شايفين هو ثوماس اشفورد اشفورد وبعدها نجي عند هذا الشخص اللي هو ارثر اشفورد وبعدها نجي عند هذا الشخص اللي هو جت الفرد واليكسيا وهو واحد من مؤسسي شركة امبريلا وبعدها نجي عند الكساندر اشفورد وهو ابو الفرد اللي جالس طاردنا واخته اليكسيا وبعدها في الاخير نجي عند اخر سلالة للعيلة واللي هو الفرد اشفورد المختر اللي قاعد يطاردنا وبعد ما سوينا الترتيب الصح نجي لصورة الفرد ونضغطها وباشاتب الصورة تنقلب وتيجي صورة شخصية اليكسيا وناخذ الجرة الموجودة على الطاولة ولو فحصناها رح نلاقي حشرة انتبه لن تضربها بالشبشب لانه هذه رح تفتحها لشي مهم بعدين على العمو بعدها نلجع لدي المطقة مرة ثانية ونطلع لعد فوق وندخل لهذه الغرفة اللي موجودة بالزاوية ونحط المسدسين الذهبية اللي اخذناها من ستيف وبكذا احنا في مكتب الفرد اشفورد فنقوم بروح نحقه المكتب ونفتح السيستم ونحط الباسورد اللي زرفناه من عم جوجل وبعدها اقرب الساعة زي ما انتوا شافين بيلوف ونشوف المختلين ذولة يبوسون بعض وبعدها بيفتح الباب ولما نبغى نروح شي طبيعة ابويات طويلة ما عجبوا هذا الشي لكن نقوم نتفاداه لحد ما نجي لهنا وندخل لهذا الباب بعدها نطول ولما نطول رح نلاقي قصر الفرد واليكسية اشفورد ونسمع صوت ضحك الاخت اليكسية طبعا نقوم فقط نطلع الدرج اي درج نشوفه نطلعه ونحاول نتفادى ابويات طويلة واضح انهم كانوا مدمنين لوانبيس لحد ما قلبوا اياديهم مرطات زي لوفي على العموم بعدها نطلع لحد ما نطلع القصر ونقوم فقط نطلع من درج لدرج لدرج لحد ما نوصل عند هذه الغرفة واللي هي غرفة الفرد واليكسية نشوف اليكسية تقول لي الفرد بانه عدوتنا فقط مجرد فتاة صغيرة واللي هو يتكلم علينا واخوي يقول لها بانه كل شي تحت السيطرة وبانه لا تقلك وبانه هو رح يخليها سيدة عائلة اشفورد فجأة اليكسية بتسمع صوته ولما شافت انه ما في احد قالت شكلي قاعدة توهم وبعدها قالت خلينا نمشي على العموم بعدها نروح لهنا وندخل لهذه الغرفة ونروح عند صندوق الموسيقى ولما اشتغلت اشتغلت موسيقى عائلة اشفورد لكن فجأة انقفل وقام الفتح السرير زي ما انتوا شايفين ولقينا بالسرير مفتاح مرة مهم طبعا ناخذ هذا المفتاح وهذا رح يرجعنا من اول وجديد لهذه المنطقة ونقوم نفتح هذا البار رح نلاقي شي طبيعة ابو ايادي طويلة فنحاول نتفاداهم بقدر مستع وناخذ هذا الدرع اللي موجود على الطاولة وبكذا رح نرجع من اول وجديد لهذه المنطقة فنفضي هذا المكان من الزومبي وندخل عند هذا الجهة ونحط الدرع عند هذا الباب واول ما ينفتح يفجعون الزومبي فجأة الله لا يوريكم بعدها نقتلهم ونروح مباشاة للباب اللي وراهم وندعس مباشاة عند هذه المنطقة بعد ما حركت الزومبي طبعا بعدها نلاقي نفسنا بالعيادة حقا السجن فنطول لقدام لحد ما نبا نطلع وفجأة نتفاجأ بكيس الجتن قاعد يتحرك وجاني فضول بصراحة باني ارجع مرة ثاني للمنطقة عشان اشوف وش السالفة وفجأة نتفاجأ من اللي كان جوة الكيس مش موجود ولما نقدمنا لقينا جالس يا كل واحد من السجون طبعا قتلته بهذا المسدس لانه هذا الزومبي سريع ومختلف عن اي زومبي قاتلته ولما قتلته اخذت عيونه حرفيا اخذت عيونه زي اتاشي لما اخذ عيون سسكي وبعدها تيجي لهنا لهذا المجسم وتحط عيونه لهنا وبكذا راح ينفتح الباب بعدها نقدم ونحاول نتفاجأ الزومبي لحد ما نجل هنا ونزم من الدرج وندخل من هذا الباب بعدها نروح عند هذا المجسم اللي ماسك السيف ولما اخذنا السيف الغرفة بدأت تطلق سم زي ما انتوا شايفين فقمنا لفينا هذا المجسم عشان يوقف السم وبعدها قلب المجسم لتابوت حديدي فقمت حشرت السيف فيه وزي ما انتوا شايفين يطلع زومبي يطير نروحي من الخوف بعد ما قتلناه نروح لهنا عشان ناخذ هذا القطع وبكذا لازم نرجع للقصر مرة ثانية لكن قبلها قلت لازم ارجع مرة ثانية عند رودريغو عشان اعطيه الدواء اللي اخذته من ذيك الكنبة ويقول لي باني شطورة وكواي بعدها رودريغو تعجب باني انا رجعت عشانه وكمان قدرت ادبر الدواء حقه القلم فقام زي ما انتوا شايفين شكرني بالشي اللي انا سويته وبعدها كلير قالت له خلينا عالد جرحك لكن قال لها لا تهتم فيي واهتم بنفسك افضل بعدها كلير تركت الولاعة وقالت له بانه هذي هدية اخذتها من اخويا وبالمقابل زي ما انتوا شايفين رودريغو اعطاري هذا الشيء اللي رح يفتح الاكفال وقال لي خلاص امشي وباني انا لا احاول اقلق عليه بعدها نرجع للقصر مرة ثانية لكن لما كنا ندخل عند الباب قام شخص قاعد يناديني كلير قالت له من انت فقام قال لها خلينا نفترض باني انا مجرد شبح وارجع الثاني عشان انتقم من اخوكي وبكذا يا عزاء المتابعين ويسكر طلع عايش بعد الموتة اللي ماتها في الجزء الاول طبعا ويسكر قال بانه هو اللي هجم على هاد الجزيرة وما اتوقع ابدا انه رح يلاقي كلير موجودة لكن كلها موجودة هار رح يخلي كريس يظهر وياخذ بانتقام لكن كلير قالت بانه اخويا مش مخفة عشان يطيح على يد واحد غمي زيه وقام ويسكر عصب ومسك كلير وقام يجلدها جلد لحد ما اتباعه دقه عليه وقال بانه هو الحين جاي يقابله بعدا ويسكر قال كون انه انت افتيني بانك اشغلت الحمار الفرد كون انه هو يحسب له بانه احنا دمرنا الجزيرة بانه هو في الوقت الحالي يطار ديك فانا رح اخليك تعيشي لمدة اطول ونشوف بانه عيون ويسكر صارت غريبة على العمر بعد ما تشمطنا من ويسكر نرجع القصر ونطلع مرة ثانية للدورة الثانية ونروح للجهة اليسار وندخل لهذه المنطقة بعدا رح نلاقي نفسنا بغرفة قمار والعياذ بالله فنروح عند هذا الجهاز حق تلبيانو ونحط هذا القطعة اللي اخذناها الهنا وبعد ما عزفت الموسيقى حق عائلة اشفود الشهيرة نفتح هذا الجهاز وبكذا نقدر ناخد القطعة الثانية الحين لازم نرجع مرة ثانية عن قصر الفرد والكسيا لكن وانا راجع قدامي زي ما انتوا شايفين حشد كبير من الزومبي الله لا يوريكم بعد ما تخلصنا منهم كلهم نرجع لعب غرفة اليكسيا وناخد الاسطوانة هذه وبعدا نروح عند هذه الغرفة حق تلبيانو اللي بالجهة الثانية ونروح عند هذا الجهاز ونحط الحشرة زي ما انتوا شايفين عشان ينفتح جهاز الموسيقى ونقدر نحط الاسطوانة وبكذا زي ما انتوا شايفين السلم ينزل من السرير طبعا نطلع السلم ويتضح انه الاخوان عندهم ملاهي فوق غرفتهم لكن نجي لهذه الجهة وناخد هذه القطعة الحشرية ونقوم نجي ونحطها في هذه المطقة بعدا رح تشتغل اللعبة وزي ما انتوا شايفين لما انتخلص رح ينزل السلم فنقوم نطلع لفوق بعدا رح نلاقي نفسها بمكتب فناخد الصندوق وندفه عند رف الكتب ونطلع فوق عشان ناخد حاشتين من فوق الرف الحاجة الاولى هي رسالة اعتراف من الفرد بانه يشوف اخته هي اعظم شي صار بالبشرية وانه يشوف نفسه مجرد خادم حولها ورح يسوي اي شي عشانها والشي الثاني هي القطعة الثانية من اصل ثلاث قطعة عشان نطلع من الطيارة اللي شفناها اول بعدا نطلع بره غرفة الاخوين لانه بصراحة فيها ريحة جيمة فرونز وفشأة تجي اليكسيا وتوقفنا واللي هي اخت الفرد قامت اليكسيا قالت بانه انتهى اللعب وانت يا كلير باسم عائلة اشفورد لازم تموتي وفجأة بيجي ستيف ويقوم يطرخها ويليكسيا زي ما انتو شايفين تهرب ستيف قال لازم نلحق وراها لكن كلير قالت له وقف وقف هل انت بخير وستيف قال لها انا بخير هو مجرد خدش بسيط بعدا نلحق ورا اليكسيا ونكتشف فستانة فوق السرير وباروكة شعر فوق جهاز الموسيقى فجأة بيجي الفرد يبغى يضربنا لكن ستيف له بالبرصات فيقوم زي ما انتو شايفين يوقف الفرد وجنونه بعدها الفرد زي ما انتو شايفين بيتفرج على نفسه بالبراية ويقوم يصرخ ويبكي وزي ما انتو شايفين يحرم ستيف انفجع قال ايش بو هذا المدلة قعد يصرخ زي كده وكلير قالت له بانه اصلا ما في حاجة اسمها اليكسيا وبانه احنا اللي شفناه هو اصلا الفرد لكن لابس ملابس اخته هذا الشي خلى من ستيف يقول لازم نطلع من هذا الجزيرة المجنونة بعدها نرجع مرة ثانية عن دي المنطقة وزي ما انتو شايفين ناخذ القطعة الثالثة وبكذا احنا يا عزاء للمشاهدين جاهزين للهو بعدها ستيف بيجي ولما نتفرج فوق السماء بيشوف انه ناجين المطبقين لهذا الجزيرة جالسين نهروب بالطيارات اللي شفناها اول وكلير قالت بنوحة لازم نسوي نفس الشيء بعدها نرجع مرة ثانية لهذا المنطقة ونروح عند الجهة اليسار وندخل لدي المنطقة ونروح مباشرة عند السيستم عشان يخلي هذا الجهاز يقرب ونحط القطعة الثلاثة اللي من اول كنا نجمعها وبكذا زي ما انتو شايفين نقدر ندخل الطيارة لما ندخلنا الطيار ستيف قاعد يقول بانو فيه جسر سادة طريق وكلير قالت بانو انا راح اهتم بالموضوع وانت في الوقت الحالي سخر الطيارة على بالماجي فنقوم مباشرة ناخذ هذا القطعة اللي تحت الارض ونرجع مرة ثانية عن ذي الغرفة ونطلع المصعد مرة ثانية الفوق ونطول طوالي لحد ما نجعد هذا الباب بعدها نحط القطعة اللي اخذناها من الطيارة الهين وبكذا اخيرا قدرنا نطلع الجسر ونقدر نرجع للطيارة عشان نحرك لكن المشكلة احنا رفعنا الجسر فعشان كذا لازم ندور طريقة ثانية نرجع فيها الطيارة وعشان نسوي هذا الشيء لازم نطول لهنا ونفتح هذا الباب ونطول لحد ما نلاقي كمية جثث ناخذ منهم المفتاح اللي على الارض ونرجع مباشرة عن دي المنطقة ونفتح هذا الباب من المفتاح اللي اخذناها بعدها نقدم لحد زي ما انتو شايفين نلاقي مصعد لكن اللي سادوا هذي الصناديق فنقوم ندخلها الجوة وبكذا زي ما انتو شايفين نقدر نستخدم المصعد لكن فجأة بيجينا نذار انه بعد خمسة دقائق بعدها تقول الاحداث لالفرد ويقول باني انا ما رح اخليكم تهربوا وباني رح اخذ انتقامي منكم ونشوفوا بعدها اطلق مخلوق التارث واللي كأنها نسخة من رزدن ايبل ون لكن بطريقة مطورة بعد ما اطلعنا من المصعد زي ما انتو شايفين ودانا عن دودة الارض مرة ثانية فنقوم مباشرة ندخل لهنا ولما انطولنا شوية جاء انفجار قوي وطيرنا لكن فجأة زي ما انتو شايفين بيظهر قدامنا مخلوق التارث طبعا نقوم نجلد فيه نجلد فيه نجلد فيه لحد ما يطيحوا بكذا زي ما انتو شايفين نقدر نرجع للطيارة مرة ثانية وكلير قالت له اقلع بسرعة يا ستيف وزي ما انتو شايفين واخيرا هربنا من هذا الجزيرة وستيف وكلير مبسوطين انهم قدروا ينجوا من هذا الكابوس المرعب ستيف قال لي كلير بانه انا اسف انه انا سببت لك الكثير من المشاكل وكلير قالت بانه الوضع كان صعب علينا كلنا فشي طبيعي نرتكب حماقات وقتها بعدها ستيف قال لها بانه انا ادمن ان انت تدوره على اخوكي لانه انا عارف شعور الوحدة وهذا الشي زي ما انتو شايفين خلي من كلير تحزن على ستيف بعدها ستيف حاب يغير المود وقال لها بانه احنا كنا نسوق طيارة فنقدر يا كلير نروح لاي مكان فقامت كلير قالت لي وش رايك تودينا اليابان عشان نقول لي اسيامي يغير نهاية هجوم العمالقة لكن ستيف قال لها وان بيس عمك وعم الضحك بين الجميع وان شاء الله متابعين يسووا نفس الشيء ولا يقلبوا عليها بعدها الفد بنلاقي عدة دبابة اللي شفناها اول ونكتشف بانه تحتها زي ما انتو شايفين فيه مصعد وقام بعدها دخل لهذه المنطقة ونشوف بانه هو ناوي يلحق ورانا بحقه الطيارة وبانه ناوي يورينا الرعب الحقيقي بعدها وحنا طايرين بنسمع صوت كوي من وراء الطيارة ستيف بيقول انه بوابة الشحن حقت الطيارة فتحت وكلير قالت بانه هي راح تشوف الموضوع وستتيف قال لها بانه فتحنا للباب كونه بأول كان مكفور ولما دخلنا عشان نشوف وش السالفة اتضح انه هو مخلوق التايرينت وناوي يتخلص مننا طبعا نجلس نظرو فيه كله شوية ولما نخلنا يبلع جميع انواع الاسلحة اللي معايا نقوم نشغل هذا الشي وترميه برا الطيارة زي ما انتو شايفين بعدها ستيف قال له وش السالفة وكلير قالت له بانه مجرد صرصور صغير فقم دعست عليه فقط لا غير بعدها الطيارة تتغير مجراها وستتيف يقول بانه هو مش قادر يتحكم فيها ويجا الفرد باتصال في الشاشة يقول بانه ما رح اخليكم تهربوا وحاولوا تستمتعوا بهذا الرحلة قدر الامكان بعدها ننام لحد الصباح وستتيف يقول بانه انا جلست اشوف مراجعات من اول لمنهوات رومانسية بقناة سراج فخلينا نطبقها بشكل عملي ولما نحاول اطبقها لم تضبط معه لانه كلير زي ما انتو شايفين صحيت بعدها ستيف استغرب بانه احنا وين بالضبط واكتشفوا بانه هما في المحيطة المتجمد الجنوبي بعدها كلير بتكتشف انه كل الطيارات اللي شافوها اول بالسماء واللي هاربت من ذيك الجزيرة كلهم موجودين هنا وستتيف قال بانه هذا معناها انه هذا مقر امبريلا وزي ما انتو شايفين هبطنا عن مقار جديد لامبريلا ولازم نطلع منه بعد هذه الكارثة نقوم نصحه وبعدها نقوم نصحه ستيف ونطلع مباشرة وستتيف حابي يسوي الرومانسي بانه يبسكني وانا اطيح واستوعب بعدها انه جالس يقلت شخصية سيون وخاف لانه ماي بيطلع مجنون زيه لدرجة انه لما كلير ساعدته قام يساعد نفسه بعدها ستيف قال بالنوحة لازم نفترق ونلاقي طريقة بانه نطلع من هذا المكان على العمو بعد ما خلصنا جفاف ستيف العاطفي نطول وننزل من السلم وكمان نطول لحد ما ننزل للدرج بعدها نمشي وفجأة نشوف فراشة مدري عن كبوت قاعد تلقطح رجال لكن احنا ما ننصرح فيهم خليهم بعازتهم ونمشي مباشرة من الباب اللي تحتهم بعدها رح نلاقي نفسنا بالمصنع وزي ما انتو شايفين المكان حرفيا ملغب بالزومي فنطول طوالي وندخل عند باب الأسلحة ونتعمق فيه وناخذ هذا المفتاح ومباشرة نطلع لبره بعدها نطول مباشرة ونروع عند باب اسمه بي أو دبليو ونطول فيه لحد ما نلاقي عن كبوتين لكن كالعادة ما ننصرح فيهم وناخذ هذا الستيكر ومباشرة نطلع من الغرفة بعدها نطلع لهنا وندخل لهذا الباب عشان نبغي نشغل الطاقة فنطول له قدام وندخل له عند هذا الباب طبعا نطول لحد ما نلاقي مولد الطاقة وشي طبيعي اللي يحرسه الكلاب لكن نقوم نشغله وكمان نحاول نلفلف لحد ما نلاقي هذا المولد ونشغله وبكذا شغلنا الطاقة في المصنع ونقوم مباشرة نطلع من الغرفة عشان ما نطيح طهما جاء على يد الكلاب بعدها نجي عند المصنع مرة ثانية ونروح عند هذا الجهة ونشغل هذا الجهاز كون الطاقة حقا المصنع اشتغلت وبكذا قدرنا نحرك الصندوق وبعدها نحط الستيكر اللي أخذناه من غرفة العنكبوتين للصندوق هذا ونقوم نشغل الطاقة عشان الصندوق يروح عند غرفة بي أو دبليو طبعا نروح عند هذه الغرفة وناخذ هذا القناع ونباشرة نرجع عند هذا المكان اللي شفنا فيها العنكبوت مدري الفراشة وندخل عند هذه الجهة بعدها نطول ونحاول ندف هذا الدولاب لأنه فيه وراه ممر سري بعدها نطول ولما نجيت أبا أفتح الباب هجم عليها متارو لكن قلت له أنا رح أبلغ توم عليك بعدها نلاقي رسالة من خادم عائلة أشفورد وهو يعتذر لشخصية ألفرد بأنه كل مسؤولية العائلة اللي انتدت لسنين صارت كلها على راسه ده غير أنه فقد أبوه وفقد أخته وصار وحيد في هذه الأماكن الضخمة واللي في النهاية قادته للجنون وفجأة اتفاجأ بشخص تحت الأرض مربوط بالأصفاد وجالس يصرخ وهذا الشخص يا جماعة هو أليكساندر أشفورد وهو أبو ألفرد وإليكسيا طبعا ألفرد واللي هو ولده هو اللي حبس أبوه في هذا المكان لأنه عرف حقيقته وكمان عرف حقيقة أخته بأنهم أطفال غير طبيعيين وبأنهم نشأوا بسبب أبحاثه وكمان بواسطة الحمضة النووي من فرونيكا واللي هي رئيسة العائلة فقام ألفرد حقا أبوه بنفس الباروس انتقاما لللي سواه واللي هو الفرونيكا وقام حبسه تحت الأرض وهذا يوصف لك كمية الغضب اللي قاعد يكنها شخصية ألفرد باللي سواه أبوه فيه وفي أخته على العموم بعدها نجل هنا وناخذ هذا الشيء ولو فحصناه رح يطلع مفتاح أزرق وقالوا أنه عند المفتاح الأزرق نجل هذا المنطقة ثاني وندخل من هذا الباب ونطول عند الجهة اليمين ونفتح الباب اللي بالمفتاح الأزرق اللي أخذناه بعدها نطول من هذا المنطقة الغريبة وندخل عند هذا الباب ولو طولنا قدام رح نناخذ الصمام ومباشرة نطلع لبرا بعدها نقابل ستيب ويقول بأنه فيه قاعدة إسترالية تبعد سبع أميال من هنا ولازم نروح لها لأنها رح تنقذنا وكلير قالت تمام خليها ناخذ هذا العربة حقا الحفر عشان نحطم الجدار ونخرج من هنا لكن لازم ننقل العربة للجهة الثانية وزي ما انتوا شايفين ستيب قال خلي الموضوع علي وبعدها ستيب زي ما انتوا شايفين قام يحركها بوحدة التحكم لكن جفافه العاطفي اتجاه كلير ودانا في 60 داهية وهذا خلى الغاز تتصرف في الغرفة ولازم نطلع برا قام ستيب وكلير طلعوا وستتيب يقول بأنه هو آسف على اللي سواه وكلير تقول له لازم تبطل منهوات رومانسية عشان لا تجيب فينا العيد مرة ثانية بعدها قالت له لازم نوقف الغاز اللي بالغرفة اول وبعدها على طول نمشي من هذا المكان بعدها كلير ذكرت ستيب بأنه لا تقرأ منهوات رومانسية كثير وتذكر بأنه وانبيس عمك وستيف انبسط وقام ميشي بعدها كنا واخدنا الصمام نجع عند هذا الجهة المقابلة ولدخل من هذا الباب ومباشرة رح نلاقي مكان فيه زومبي جوة قفص لكن نسيبه ونروح عند آخر الممر حقا هذه الغرفة وزي ما انتو شايفين نلاقي الجهاز فنقوم نحط الصمام في له عشان يقدر يخليه بنفس فتحة المقبض لاحد يجيني في التعليقات يقول لي افا ما تعرف تدخله ولازم تحطه عند هذا الجهاز عشان تقدر تدخله على العموم بعد ما خليناه صغير نروح عند هذه الغرفة اللي كنا نشغل فيها الطاقة ونطلع لهنا ونروح مباشرة اللي ذي الجهة ونحط الصمام وبكذا واخيرا قدرنا نوقف تسريب الغاز بعدها يجي آلفرد وجالس يهدد نكاعات ويجي بعدها ستيف ويقول له تراك بس سختها وحانت نهايتك أيها الحقير ويقوم بعدها ستيف يطرخ آلفرد وبكذا آلفرد يطيح لكن فجأة بنسمع صراخ مخيف وكلير قالت مين هذا؟ فجأة نتفاجأ بأنه أليكساندر يوم شاف ولده جالس يصرخ وهو قاعد يطيح قام يبغي يساعده وهذا يوريك أنه على الرغم اللي سواه ولده فيه إلا أنه يحبه ورح يقضي على أي أحد يعاديه بعدها نشوف سلاح آلفرد برمع على الأرض فنقوم مباشرة نروح عند السلاح وناخذه ونباشرة نركب العربة عشان نهرب من هذا المكان بعدها نكسر الجدار زي ما انتوا شايفين ونشوف المصنع وهو قاعد ينغبر من المياه لحد ما نلاقي نفسنا برا ونباشرة ننزل من العربة بعدها ستيف قال لازم نهرب من هنا وكلير قالت خلينا نطلع من السلم عشان نوصل لفوق بعدها نطوله لما نكوننا بنهرب وجيوده الحرية على قول إيرين نشوف قدامنا شخصية أليكساندر وهو يبغى ينتقم على الشيء اللي سويناه بولده فقام ضرب ستيف لحد ما طاح ولما نجيه نبغى نساعده قلنا له خليك رجال وتمسك بالحديدة لحد ما أقضى على أليكساندر وأرجع لك ثاني طبعا ستيف قال لها أتركيني وأهربي لكن كلير قررت البقاء والمواجهة طبعا جلست فقط أضربه في طيبة قلبه بالقرناص حق ألفرد فقط أضرب فيه ولما انخلصت الذخائر جلست أضرب المسدس لحد ما أخيرا زي ما انتوا شايفين ودع الملاعب بعدها زي ما انتوا شايفين نرجع نساعد ستيف ونطلعه عند السطح مرة ثانية وقام قل له بأنه هو آسف بأنه أنا خذلتك وقالت له كلير بأنه أنت ما عندك مشكلة وقال أنا أوعدك بأنه أنا اللي راح أكون أنقذك المرة الجاية نتذكروا هذه الجملة تماما بعدها ننزل من الدرج وأخيرا نلاقي العربة قدامنا فنقوم نركبها ونهرب من هذا الكابوس المرعب لكن في الجهة المقابلة نشوف بأنه ألفرد في حالة صعبة جدا وهو يسحف لحد ما يوصل عنده الغرفة اللي فيها أخته إليكسيا فجأة نشوف إليكسيا بتصحى ويقول أخيرا استيقظت يا أختي العزيزة إليكسيا وقامت إليكسيا عصبت على موت أخوها فأطلقت قوة فرونيكا فيروس وقامت قلبة السيارة اللي فيها كلير وستيف وهي جاسة تمتب لأخوها موسيقى العائلة الأسفد الشهيرة وحزينة على موت أخوها وبكذا يا جماعة رح نلعب بشخصية كريس لكن المشكلة الكبرى بأنه هو وجاه الجزيرة كونانو ليون قاله بأنه كلير هناك لكن لما طلعنا القمة وقابلنا رودريقو رودريقو قال لنا بأن أختك من زمان هربت من الجزيرة وإنت كمان لازم تخرج منها لأنه أنا اللي فقط عايش فيها وفشأة بتجيش دوتة الأرض بتاكن رودريقو وبكذا لازم نطلع برا ونضرب دوتة الأرض ضرب مبرح لحد ما تتفل رودريقو وكأنه تمرأ وتفلت الحصة حرفية لكن العموم بعدها رودريقو قال بأنه أنا جالس أشوف الموتو بأنه راح يجتمع مع عائلته مرة ثانية وقام أعطى الولاعة لكريس اللي أعطته إياها كلير وبكذا شخصية رودريقو ماتت بعدها نطول لحد ما نلاقي مصعد ونركبه وهذا راح يجيبها لذي الغرفة اللي مات فيها أبو ستيف وبكذا راح نطلع برا عن ذي الدبابة اللي ألفرد نزل منها بالمصعد ونقوم كمان نزل منها لحد ما نطول طوالة من هذه المنطقة ونأخذ البطارية اللي على آخر الممر وبعدها بيطلعوا العناكب فنقوم نتفاداهم ونرجع لذي المنطقة مرة ثانية ونحط البطارية الهنا وبكذا راح تطلعنا لفوق بعدها بنلف يسار ونأخذ المفتاح اللي موجود على الطاولة ونرجع مباشرة عند هذا الباب مرة ثانية وفجأة بنشوف إليكسيا على الشاشة بالتمتل موسيقى عائلة أشفرد وهي حزينة على موت أخوها ومن الجهة الثانية نشوف ويسكر وهو متعجب بأنه إليكسيا صحيت وفجأة لما نشاف كريس قال لازم أشغله بإني أرسله ألعاب مسلية عشان لا يتدخل في خططه بعدها العرض السينمائي نروح عند المصعد وننزل عند المنطقة اللي عصر فيها ستيف ونقوم ننزل لهذا الدرج وندخل عند الباب اللي بآخر الممر بعدها راح نلاقى نفسنا بالغرفة اللي خرج منها التايرين فنطلع عند الدورة الثاني وندخل من هذا الباب اللي على الآخر الممر بعدها نروح عند ذي الغرفة المقابلة ونتعمق فيها لحد ما نلاقي ثلاجة ونخليها على درجة حرارة 128 عشان المحلول هذا يقلب لونه الأزرق وبكذا نقدر ناخده بعدها نطلع بره ونروح عند هذا الجهة وناخد أكرة الباب اللي موجودة على الأرض وفجأة بتلقطنا الكاميرا اللي ويسكر وزعها في كل المناطق عشان يشغل فيها كريس وما يتدخل في خططه وهذا زي ما تشايفين جابت مخلوق الهندر فنقوم مباشرة نهرب منه ونرجع مرة ثانية لهذا الغرفة اللي شفنا فيها إلكسيا تغني من الشاشة وندخل لهذا الباب طبعا احنا بناخذ هذا القطعة لكن المشكلة بانه هي طاحت في المجاري زي ما تشايفين لكن احنا حاليا بنطول وندخل لهذا الباب ونحاول نتفادي كاميرات ويسكر لحد ما نجل هنا وكمان ندخل لهذا الباب وبعدها نجعد هذا الباب ونحط الأكرة اللي أخذناها من الأرض وبكذا نقدر نفتح هذا الباب واللف يمين ونطول لحد ما ناخذ مجسم الدبابة وهذا الشي رح يرجعنا مرة ثانية لهذا الغرفة فنقوم نحط المجسم حق الدبابة الهنا وبكذا نفتح هذا الشيء اللي كان ورا الصورة ونقدر ناخذ المفتاح منه طبعا الحين طالب مننا نحط الثلاثة قطع اللي حطيناها أول عشان نشغل الطيارة فعشان كذا لازم نرجع مرة ثانية للطيارة لكن بطريق مختلف عن الطريق اللي كنا نسلكه أول وإحنا راجعين زي ما انتم شايفين عشان ناخذ القطع بدي شخصية ويسكر وتوقفنا كريس زي ما انتم شايفين في وجه علامات التعجب من ناحية أنه كيف ويسكر بعد الموت اللي ماته في الجزء الأول عايش ده غير أنه كمان أصلا إيش يسوي هنا وقال له بأنه أنا هنا عشان إليكسيا وبكذا كريس عرف بأنه هو اللي هجم على الجزيرة ولما كان يبغى يضربه قام ويسكر رجلة كريس حرفيا الجلد وجالس يعبر عن مدى كرهه لكريس وبأنه خرب كل خططه وفجأة كريس بيضربه بوكس ونشوف وجه ويسكر الحقيقي وبأنه هو وحش على هيئة بشري لكن فجأة إليكسيا بتضحك في الشاشة وهذا يخلي من وسكر يرمي كريس زي كأنه زبالة عشان هو مرة يبغى إليكسيا فحاجة رح تعرفوها بعدين بعدها بيصحى بيض طويلة كونه وسكر رمانة بقوة لعنده لكن نتفاداه ونجي مباشاة اللي هنا ونحط المفتاح اللي أخذناه من ذيك الغرفة الغريبة وبكذا المصعد رح يطلعنا لفوق بعدها نطلع من هذا الكركبة وندخل مباشاة عند هذا الباب اللي على اليمين وبكذا احنا في المنطقة اللي فيها دوت الأرض فندخل المصعد اللي دخلت منه كلير أول بسرعة قبل ما يقتلونا الهنتر بعدها كالعادة نجي نطلع من هنا والروع اللي عنده المصعد لفوق ومن ثم نطول لحق ما نلاقي الباب وندخله وبعدها نطول لآخر الجسر وندخل مباشاة عند الباب ونقوم لحل اللغزة الموجود على اليمين لأنه ما نقدر نحرك الجسر إلا لما نزوده بالبنزين ولما نسوانا الوزنية صح نقدر نحرك الجسر مرة ثانية لكن لازم نخرج بسرعة لأنه الزوم بكلهم صحيوا بالغرفة طبعا خلاص نقدر ننزل الجسر لتحت ونرجع مرة ثانية لهذه المنطقة حق الطيارة لكن نحاول نقفل السيستم عشان ما نتكهرب وبكذا نقدر ناخذ الثلاثة قطاع بسلامة بس قبل ما نحطها لازم نرجع لديه المنطقة مرة ثانية وندخل من هذا الباب قبل ما يقتلون الهنتر ونطول لحد ما ندخل لهذا الباب بعدها نحاول نطول لديه المنطقة ونقتله الزومب اللي يواجهوني قدامي لحد ما ندخل عند هذا الباب اللي موجود بنهاية الممر وبكذا احنا في المكان المعتاد فننزل من السلم عشان ننزل للمكان اللي فضاه ستيف أول من الزومبي لكن قبلها لازم نوقف الغاز عشان المنطقة تكون آمنة وبكذا نحاول نمشي للمنطقة هذه بسلام ونروح لهذا الجهة اللي جيناها أول لما اللعبنا بستيف لكن حاول تقتل الهنتر بقدر مستاع وبكذا نقدر ندخل لهذا المنطقة بأمان بعدها نطول في هذا المنطقة وناخذ المحلول اللي موجود على الرف وبعدها أقول لكم وش رح نسوي فيه لكن الحل لازم نرجع لهذا المنطقة أمرة ثانية والحط القطعة الثلاثة اللي أخذناها من الطيارة وبكذا نفتح مسار جديد عشان نزلنا بالسلم لتحت طبعا نطول ونتفادل على كب لحد ما نزل لعند السلم اللي على آخر الممر وكمان بعد ما نزل من السلم نطول لحد ما لا قزيبا تشايفين القطعة اللي نبغاها لكن اللي يحرصه هذا المخلوق واللي هو نفس المخلوق اللي شفناه بالمعمل لكن في الوقت الحالي كبر وصار مرة خطير فلازم ننزل الموية وناخذ القطعة بأسرع ما عندنا قبل ما يكهربنا ونموت وبكذا لازم نرجع مرة ثانية لهنا لكن قبلها لازم ندمج المركب اللي أخذناه من الثلاجة مع المركب اللي أخذناه من الرف وبكذا رح يصير لولا المحلول أحمر وهذا الشي رح ندمجه مع الدلع وبكذا رح ناخذ هذا القطعة واللي رح تفتحنا له هذا الباب وبكذا نقدر ناخذ واحدة من الطيارات حقة الفلد ونروح مباشرة اللي عند كلير ننقذها من المحيط المتجمد الجنوبي بعدها نوصل على المقر إمبريلا اللي عند المحيط المتجمد الجنوبي فنقوم نطول عند آخر الممر هذا وندخل الباب وبكذا زي ما انتو شايفين احنا بنفس المكان اللي كلير وستيف هبطوا بالطيارة لكن الفرق انه إليكسيا حاليا حاطة بلاوي في الممرات ونقوم نمشي لحد ما نوصل لذي الغرفة اللي نعرفها بعدها نجل هنا ونحط القطعة ذي اللي فتحنا فيها الباب عشان نركب الطيارة هنا عشان زي ما انتو شايفين نفتح الدولاب وناخذ هذا المكعب بعدها نجل هنا وندخل عن ذي المنطقة ونشوف انها متجمدة بالكامل ورح ناخذ الصمام اللي كلير قفلت فيه تسرب الغاز وفجأة زي ما انتو شايفين بيصح الزومبي اللي بالغرفة كلهم فمباشاة نسوي الهروب الكبير عند المخرج عشان ما نموت بعدها نجي عند الجهة المقابلة ونقدر نروح لهنا قون المكان خلاص صار متجمد ونطلع فوق وندخل لهذا الباب بعدها نشوف كاميرات ويسكر وهذا معناها بانه هو حاليا كمان هنا فنقوم نهرب مباشاة لآخر الممر وندخل المصعد قبل ما الهنتر يقضي عن هنا بعدها ندخل الباب اللي بوجهنا وبعدها ندخل الباب اللي على اليمين ونقوم نطول ونحط الصمام لهنا عشان نوصل لكيبل وبكذا واخيرا نقدر نجل هنا ونفتح الطاقة حقه المكان بعدها نطلع برا ونطول لحد ما نلاقي حشد كبير من الزومبي فنقوم نقتلهم كلهم وندخل مباشاة عند الباب اللي عند آخر الممر بعدها نلاقي نفسنا بنفس المكان حقه رزد ايفل وان فنقوم ندخل لهنا ونطول لحد ما نلاقي مجسم الاسد فنقوم نطلع عيون الزرقة زي ما إتاشي طلع عيون سسكي وناخذ هذا الشي ونقوم نرجع عيون الأسد مرة ثانية بعدها نرجع ونطول وندخل هذا المصعد اللي قدامنا ولما نطلعنا منه نكتشف بأنه قدامنا فيه خلية نمل ضخمة جدا طبعا نقوم نطول وناخذ هذا الجناح واللي هو أصلا من أصل أربعة أجنحة لازم نجمعهم في حاجة مرة مهمة على العمام بعدها نطول ونتفادى قرصات النمل لحد ما نجي عند هذا المكان اللي أصلا دخلوا ألفرد وتقدروا تشوفوا دموا بالجدار هذا معناها أنه نحن داخلين حاليا في غرفة إليكسيا بعد ما دخلنا هذا المعمل نقدم قدام عند هذا الجهاز وحاليا رح نحل اللغز هذا حسب الصورة الموجودة ولو سويناها صح رح نقدر نحط هذا المكعب عند هذه الفتحة وبكذا زي ما انتم شايفين يا عزاء المشاهدين رح تطلع جثة ألفرد أشفورد طبعا نجي عنده وناخذ حقه الخاتم وهو من أصل ثلاثة حاجات مهمة رح نجمعها عشان نفتح باب مهم على العمام بعدها نجي لديه الغرفة ونقفل الطاقة ومن ثم ندمج ديه القطعة اللي أخذناها من مجسم الأسد بالصمام وبكذا لازم نجي هنا لما نقابلنا الهنتر لأول مرة وندخل من هذا الباب وبعدها نطول لحد ما نلاقي زي ما انتم شايفين السلم ونطلع لفوق ومن ثم نذي عندي الجهة ونحط الصمام عشان نفضل حوض بالكامل من الموية وكذا نزل لتحت وناخذ المفتاح وبعدها يفجعني الهنتر فجعا الله لا يوريكم بعدها نجي هنا ثاني وندخل لديه المنطقة ونستخدم المفتاح اللي أخذناها قبل شوية عشان نستخدم الرافعة وترفع زي ما انتم شايفين جثة أليكساندر أشفورد بعدها تيجي إليكسيا وتضحك ضحكة الأشرار كالمعتاد وتقول لي هذه هي الطريقة اللي أتخلص فيها من الأشخاص الغير مهمين فأنت يا كريس كيف حاب تموت بعدها قام طلع عن كبوت من الموية ويهجم علينا زي ما انتم شايفين فعلى العموم بعدها نروح مباشاة العنذية الجثة حقت أليكساندر وناخذ الجوهرة الثانية من أصل ثلاثة جواهر عشان نفتح باب مهم بعدين بعدها نجي عند هذه المنطقة لكن راح نطول ونكتب الهنتر اللي سادين طريقنا ونقوم نروح عند النافورة عشان ناخذ هذه الريشة الثانية من أصل أربع ريش وكمان ناخذ الريشة الثالثة واللي هي موجودة بالموية حقت النافورة وبكذا باقينا قطعة وحدة فقط بعدها نرجع مرة ثانية لهنا وندخل عند الباب وبكذا زي ما انتو شايفين كأننا في القصر حقت Resident Evil 1 لكن الحل لازم نجي عند ورد درج وبكذا يا عزاء المشاهدين راح نلاقي شخصية كلير ردفيلد فنقوم نستخدم السكين عشان نطلعها بعد ما طلعناها قامت كلير صحية وكعادة الأخوان يوم يقابلوا بعض كيفك يا أونيتشان وأبغاك تفرق راسي لأني أنا كوايي لكن بعدين نتفاجأ بأنه كلير مسمم ولازم نجيب الدوة عشان نعالجها طبعا الدوة راح تلاقيه هنا بأنك تدخل ذي المنطقة اللي فجعل فيها الهنتر وتنزل من عند المصعد لتحت وتحاول تكتل حشد الزومبي هذا لحد ما توصل عند الرف وتأخذ الدوة ومن ثم ترجع عند كلير ثاني وبكذا قدرنا نعالجها من السم بعدها كريس قال لها خليها نمشي لكن كلير قالت له أول شي لازم ننقذ ستيف لأنه هو هرب معايا من الجزيرة ومتأكد بأنه هو في مكان قريب من هنا بعدها بتجي إليكسيا وكريس قال إليكسيا فقامت كلير قالت يعني إليكسيا له وجود كونه هي شافت أخوها فقد بيتنكر فيها طبعا كريس قال خليها نجري وراها لأنه شكلها تعرف مكان ستيف ولما نبغى نمسكها تقوم مخلوقاتها تفرقنا وكريس يقول لكلير روحي أنقذ ستيف وسيبيني وبكذا رجع نلعب بكلير مرة ثانية فنقوم نطلع من هذه الغرفة ونطول ونحاول نتخلص من هذه المخلوقات اللي سادة الطريق لحد ما نوصل لعند آخر الممر بعدها نطول ونطلع الدرج وبعدها نروح نطول عند هذه المدفعية ونحركها عشان ترميننا كورة زجاجية فنقوم نحطها هنا عشان تكسرها وزي ما أنتوا شايفين ناخذ هذه البطاقة بعدها نرجع لهنا ونقوم ندخل لهذا الباب ونقوم نطول عند هذا الجهاز ونستخدم البطاقة اللي أخذناها أول وبكذا نفتح الباب لكن القفل الباب اللي جينا منه طبعا نتقدم في هذا المكان المرعب لحد زي ما أنتوا شايفين نلاقوا قداما لشخصية ستيف فنقوم نساعده وستيف يقول لها بأنه إليكسيا حقنتني بالتي فارس وهو نفس البارس اللي حقنت فيه أبوها ومن ثم تظهر أعراض الفارس بستيف ويطلب من كلير المساعدة وبعدها زي ما أنتوا شايفين نشوفه يتحول لمخلوق بخم أخضر ومن ثم يأخذ الفاس وهو مستعد حاليا يطاردنا طبعا نهرب من ستيف لحد ما نوصل لآخر الممر قبل ما تنقفل البوابة وزي ما أنتوا شايفين وأخيرا لحقناها بعد ستيف جلس يضرب الباب وكلير في كمية خوف بأنها ما تعرف وش تسوي كون الباب مكفول وفجأة بتهجم هذه المخلوقات على كلير وتقوم تثبتها عشان ستيف يقصها لنصفين ولما جه ستيف خلاص يبغي يضرب كلير يستوعب اللي جايز يسويه بكلير ونادى اسمها ومن ثم قام ضرب المخلوق اللي ماسكها لكن هذا المخلوق صدت ضربة قوية لستيف لحد ما اخترقت بطنه بعدها كلير بتجي عند ستيف عشان تشوفه الإصابة حقه وستيف يمسك يد كلير لأنه هو حاسس بالبرد كونه جالس يحتضر لكن كلير قالت بأنه أنت حاول تصمت يا ستيف لأنه أخويا جاي في الوقت الحالي ينقذها وستيف قال بأنه أخوكي حافظ على وعده بأنه هو ينقذك لكن أنا للأسف ما قدرت كلير ما فهمت كلامه لكن ستيف قال بأني أنا سعيت أني قابلتك وأنا أحبك يا كلير ومن ثم مات ستيف ونشوف كلير بتنهار لا أريده ستيف مع شخص آخر أريده أن يظل أعزب لعشرة سنوات وزي ما أنتو شافين بعدها طلعت كلير مرة تحب ستيف حب شديد وهي زعلانة بأنه هي ما شافت حبه أنا حعيت بس حرفيا علاقة مرة حلوة وأتمنى حقون ريزدنت إيفي ليسوي حاجات كثيرة في المستقبل زي كذا وبعدها تقولنا الأحداث لكريس وهو مستخبي ويشوف ويسكر يقول لي إليكسيا أبغاك تيجي معايا لأنه فيه في جسمك عينة الفيرونيكا فيروس واللي هو يبغاها وبكذا عرفنا غرض ويسكر من أول إيش وليش أصلا جاء الجزيرة وليش هجم عليها وهو فقط لغرض الفيرونيكا فيروس طبعا إليكسيا قالت بأنه أنت من تجدير بهذا القوة ومن ثم تتحول لمخلوق قوي بسبب فيروس فيرونيكا وتقوم تهجم مباشرة على ويسكر لكن ويسكر بصد بأنه أنت رح تجي معايا يا إليكسيا لكن زي ما أنتوا شايفين عن رغم أنه هو يحاول يضربها إلي أنه إليكسيا جدا قوية ولما نويسكر عرف بأنه كريس موجود معاه قال له كونك يا كريس من أفضل رجالي لأنه هو القايد حقا كريس فراح أخليك تتولى أمرها وبكذا لازم نتضارب مع إليكسيا طبعا نقوم نجلة في إليكسيا نطيح فيها ضرب العالمين لحد زي ما أنتوا شايفين تطيح وبكذا نقدر ناخذ الجواهرة وبكذا جمعنا كل الجواهرة اللازمة فعشان كذا لازم نروح عند هذا الباب ونحطهم كلهم وبكذا قدرنا نفتح الباب لكن زي ما أنتوا شايفين نتفاجأ بأنه إليكسيا لسا عائشة بعدها نطول ونحاول نجلد الزومبي لحد ما نروح يسار وندخل من عند هذه البوابة بعدها نطول ونفتح هذا الدرجة اللي على الطاولة وبكذا أخذنا هذا المفتاح واللي رح يرجعنا للقاعة مرة ثانية ونفتح هذا الباب وبكذا رجعنا لدي المنطقة مرة ثانية فنقوم نروح عند مجسم النمر مرة ثانية وناخذ الجواهرتين كونه قفلنا الطاقة وما رح يتحرك ومن ثم نرجع مرة ثانية لهنا بعدها نروح يسار وندخل لهذه الغرفة اللي على آخر الممر بعد ما تخلصت من الزومبي وبكذا كأننا لفت غرفة إليكسيا وألفرت اللي شفناها بالجزيرة فنقوم نحط الجواهرة عند جهاز الموسيقى عشان ناخذ الإسطوانة ومن ثم نروح عند الغرفة المقابلة كالعادة ونحط الجواهرة عشان نحط الإسطوانة ومن ثم رح ينزل السلم كعادة اللي سويناه في الجزيرة بعدها نطلع السلم ورح نلاقي نفسنا بمائدة أكل فنقوم ناخذ هذا القطع المهمة وبعدها نرجع ثاني لهنا وندخل من هذا الباب بعدها نلاقي نفسنا بوحدة التحكم فنقوم ننزل بالمصعد زي ما أنتوا شافين لتحت ونروح لعنده السيستم عشان نقدر ناخذ الجناح الرابع والأخير وبكذا ندمجها مع هذا القطع اللي خمناها من فوق غرفة الأخوين وبعدها نطلع ثاني بالمصعد ونروح لهذا الجهة عشان ندخل الباب اللي فوق الدرج وبكذا إحنا في منطقة كلير ولو تقدمنا وفتحنا الباب رح نلاقيها تبكي على فراق ستيف كريس قال لها وش صار لكن كل شوية كلير بتبكي وكريس فهم بأنه ستيف فارق الحياة بعدها قال لها حاول تطلعي لكن قالت له ما أقدر لأنه الأبواب مكفولة وبعدها قالت خذ هذه البطاقة وروح سوي التدمير الداتي بالمنطقة وبكذا رح تنفتح الأبواب كلها وأقدر أخرج من بعدها فعشان كذا لازم نطول لهذه الجهة ونطلع مباشرة من الدرجة لفوق وبعدها نروح عند هذا الباب لكن عشان نفتح لازم نحط القطع اللي توهقنا وإحنا نجمعها وبكذا زي ما انتو شايفين نفتح الباب بعدها نطول ونقتل الزومبي اللي قدامنا لحد ما نوصل عنده السيستم ونحط الباسورد واللي هو فرونيكا وبكذا فعلنا التدمير الذاتي ولو طلعنا بره الغرفة رح نلاقي كلير قدامنا بعدها نبنهرب لكن فجأة تيجي إليكسيا بأسلوب زي ما انتو شايفين مقزز فقام كريس قالها خليها بسرعة نشغل هذا المسدس بعد ما نسول عدة تنازل الثلاثة وبكذا زي ما انتو شايفين قدامنا نفاعل المسدس بعدها كريس قال لها خلاص سيبيني وأهربي وأنا بشوف شغلها وكلير قالت بأنه تمام لكن انتبه تموت علي لكن تقوم إليكسيا توقفها فنقوم نضربها عشان نخلي كلير تهرب بعدها إليكسيا تتحول لمخلوق مرعب كبير والحل لازم نواجهه طبعا جلست أجلدها فقط أجلدها طاخ طيخ طرباخ طبططشطش زي ما انتو شايفين لحد ما قامت الحشرات تاكل جسمها وهذا يذكرنا بنفس العرض السينمائي يوم ألف دراما الحشرة على النبل بعدها نشوف إليكسيا عاليا تطير في الفضاء فنقوم ناخذ السلاح بعد ما شحناه ونطلق عليها وبكذا قضينا على شخصية إليكسيا فنقوم نهرم مباشرة لكن بعد ما هرمنا زي ما انتو شايفين نشوف وسكر ماسك كلير فنقوم مباشرة نجر وراه نجر وراه لحد ما نقابله لهنا بعد وسكر قال بأنه جيت لهنا ما كان لها فائدة والشيء المتبقف فقط هو الانتقام منك يا كريس لكن كريس قال له بأنه موضوعك معايا مش مع أختي فقام قال له تمام ورماله كلير وسكر قال بأنه اليوم بالنسبة له هو يوم جميل لأنه أنا جيت عشان إليكسيا لكن أشوف بأنه قتلك يا كريس هو أفضل بكثير لكن كريس قال له بأني آسف أني خيب ظنك لأنه إليكسيا ماتت لكن وسكر قال له بأنه هذا ما صار يهمني لأنه في الوقت الحالي عندي ستيف فقاموا كلير وكريس استاروا بأنه وش تبغى بستيف بالضبط وسكر قال له بأنه إليكسيا حقنت ستيف بيديه فرونيكا فيروس ورح يكون نموذج مثالي وبأنه احتمال يرجع للحياة زي ما أنا سويت ويقابل أختك مرة ثانية طبعا كلير عصبت بأنه وسكر لا يلمس ستيف لكن وسكر قال لها بأنه خلاص رجالي أخذوه من أول بعدها كريس قال لكلير أمشي لأنه هذا الشي فقط بيننا كونانا من أعضاء استارس وقامت كلير قالت له أوعدة بأنه أنت ما رح تموت ورح ترجع بسلام بعدها كريس قال بأنه رح أقضي عليك وانتقم لكل أعضاء استارس اللي ماتوا على يدك وبعدها زي ما أنتوا شايفين تصير مباربة عنيفة ما بين كريس ووسكر ونشوف بأنه وسكر حرفيا مصخر بكريس وهو مفتخر بالقوة اللي معاه لكن بعدين بتجي نار وتفرقهم وتحرق وسكر زي ما أنتوا شايفين بوجهه ويقول له بأنه هذه المرة رح أخليك تمشي لكن المرة الجاية رح تكون نهايتك بعدها نهرب لحد زي ما أنتوا شايفين نوصل للطيارة وكريس قاعد يتونس مع أخته وهذا الشي خلاها تضحك بعدها كلير تقول له بأنه لا تسيب الأونيتشل حقك لوحدها مرة ثانية مع ذول المتوحشين وكريس قال بأنه ما رح أوعدك بهذا الشي لأنه في الوقت الحالي رح أقضي على إمبريلا نهائيا وبكذا يا عزاء المشاهدين تنتهي لعبة Resident Evil X Code Fronica وبس كذا يا جماعة كذا يكون انتهانا من لعبة Resident Evil X Code Fronica إذا تبغوا نستمر وروني التعم حقكم إن شاء الله رح نكمل للرابع أو بمحتمال نرجع لزيرو إذا فيه اقتبال على هذا الشي لكن كالعادة لا تنسوا من اللاك والاشتراك في القناة وتفعل جلس تباعه صورة وكل جديد وتدفع المقطع للناس المهتمين بسلسلة Resident Evil والسلام عليكم